أن الله سبحانه وتعالى منذ خلق آدم و قبل خلق آدم كتب في اللوح إلى أن آدم سوف يخلق وسوف تستمر هذه الحياة وأظهر الخلق من ظهر آدم الذين سوف يأتون بعدنا ليس نحن الآن لا الذين سوف يأتون بعدنا مخرجين من ظهر آدم و أشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى انتهينا من هذه معناها أن خلقنا موجود ثم بعدها الآن التكاثر التناسل بالحيوانات المنوية و البويضات من المرأة ثم يعيش هذا الكائن في ظهر الرجل و في ترائب المرأة ثم تخرج إلى أنها حيوان منوي و بويضة و قدرة الله سبحانه وتعالى هذا مكتوبة هذه البويضة تلقف و هذه البويضة لا تلقح و هذه المرأة لا تتزوج و هذه المرأة لا تنجب و هذا الرجل لا يحمله و هذا الرجل لا يتزوج هذه أقدار الله سبحانه وتعالى ما لنا فيها تصرف نأتي بعد هذا إذا منه تلقحت هذا الحيين و هذه البويضة و دخلوا في هذا الرحم كتب الله لهم حياة في هذه الحياة اللي هو 120 يوم بعدها تنفق فيها الروح و قبل ما تنفق فيها الروح يرسل الله سبحانه وتعالى ملك لنفق هذه الروح و كتابة رزقه و سيقي أم سعيد و أجله ما أنت صلح شيء أبد إنما أنت تفعل أسباب بقينا في الهداية من يهديك إلى هذا الدين من يهديك إلى هذا القول من يهديك إلى هذا الصلاح من يهديك إلى هذا العمل الخير إنما الهدي الله سبحانه وتعالى كم من الناس من يتمنى أن ولده من حفظة كتاب الله طيب ولدك و أنت تتمنى أن يكون من حفظة الله و أنت تكون من يكون صالحين لكن أنت ما أحسنت لهذا و الله أنت تقول ما أحسنت لا لكن تقول الله سبحانه وتعالى ما أراد الله له و لا لو أراد الله له أسخرك أن تكون له ذلك الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى في الرزق الثاني أنا ودي بولدي أنه يكون صاحب مال و صاحب سلطة وصاحب عطا وصاحب بذل لكن ما عندي شيء أنا بنفسي ما عندي شيء ثم في بيت الشعر نفسه التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب أنا لا أبكي على الشيء الذاهب هذا ما كتباه الله لي فقط ثم نعود إلى آيات القرآن من يستمتع بآيات القرآن ومن يتدبر آيات القرآن يجد فيها وما من دابة في الأرض اللي على الله رزقها انتهينا ويقول الله سبحانه وتعالى وقسمنا بينهم معيشتهم يعني أنت معيشك الطيورة الآن واللقطة تأتي عندك وترمي لها الشيء ويأخذه هذا وهذا بين يديه الله وكما هذا يعني كيف تقول هل هي قانون الغابة لكن أنا أقول لأنها أرزاق قبل كل شيء طيب الطير هالكبير اللي النسر وهالعصفور هذا يأخذه جرعة واحدة يا سلام والله سبحانه وتعالى سخر مثلنا نشوف أسماك كبيرة لو بلعت بلعت ألاف الأسماك ثم سخر الله أسماك صغيرة لها تنظفها وتنظف أسنانها وتنظف حراشفها وتشيل عنها البكتيريا الضارة وتشيل عنها الأذى فهذه حكم من الله سبحانه وتعالى إنما الله جعل هؤلاء في الآية الأخرى آية من الآيات القرآن وجعلنا بعضكم لبعض سخرية الله سبحانه وتعالى جعل هذا ثم تصوره أبطيكم وحده بس واحد فقير ما عند الشيء جاي من بلده ما عند دور الريال ثم يأتي عند هذا الرجل صاحب المخبز الذي اشترى الخبز وعنده الدكان ودافع جار ودافع عمال ثم يأتي هذا المسكين الضعيف وهذه المسكين الضعيفة بريال واحد ويعطيها هذا بكل تقدير واحترام هذه الخبزة هذا هنا الله سبحانه وتعالى سخر هذا ليقوم من الفجر قبل الفجر يعجن ثم يخبز ويتحملها الحرارة من أجل لأنه يعطيك وين رحت أنت عن هذه وين غابت عنك هذه لأن الله سبحانه وتعالى سخر لك من هو أفضل منك حتى يعطيك وسخر لك شيء ثاني رجال الأمر رجال الأمر رجال المرور واقف أنت في الإشارة فين واحد يتعدى عليك حقك تبي تأخذه وهو ما كلمهم ولا قال لهم بس مجرد إلا أنه واقف الله سبحانه وتعالى جعل هذا ليهيب أو يخيف الآخر الذي سوف يعتدي عليك أو سوف يأخذ وقتك أو يتقدم عليك في الإشارة أو يتقدم عليك في السيارة إنما هي آجال والله سبحانه وتعالى كتب لنا هذا الشيء وقسم بيننا معيشتنا هل يمكن أنك تأخذ الآن علبة هالتمر تصوروا كيف جت في هذا المكان ثم تجي تأخذ وحده هذه اللي مكتوبة لك هذه اللي مكتوبة لك لا تفكر أنك تأخذ أنك تحسن وحده لا أنت تأخذ اللي مكتوبة لك لو كانت عينك تشوف الزين وكذا طلعت حقاتك الخمس أو العشر ها وقلت هذا لي ثم ثق ثمام ثقة لو في وحده في الخمس أو في العشر أشوف اللي مكتوبة لي اللي مكتوبة لك تأخذ اللي ما كتبت والله ما أنت برح تأخذ وهذا دليل حتى في حبات الرز والله لو كانت حبة الرز ما كتبت لك أنها تطيح منك والدولة تأخذها ما تلقاه والله أنك صادم لأنها مكتوبة العصور مكتوبة النملة فهذه الأرزاق الله سبحانه وتعالى لا تحزن ولا تندم إنما رزقك مسوق لك ولأنك فعلا أنت تفعل الأسباب فقط عليك فعل السبب والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمرنا وأمرك وإلا والله يعني كيف أنت خرجت على هذه الدنيا من بين عشرين مليون ستين مليون سبعين مليون مئة مليون حيوان منوي طلعت أنت ما هو فضل الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارك وهو الذي يعطاك من أنزلك الماء من أعطاك الماء وخلاك تتلذذ بهذا الماء الذي تشربه والله كم من الناس من الأثرياء والأغنية يتمنى أن يأكل تمره يا سلام ولكن محروم منها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الله يجزاك خير أبو حمد يبارك فيك وليحلمنا وإياكم خيرات الله سبحانه وتعالى وفضله الغريب يا